ما زلنا مع النادي الآلي ولكن من جانب مباراته مع الهلال السوداني نادي الهلال السوداني تلقى خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي القررة القدم بإقامة مباراة الأهل يوم السبت اللي جاي بدون حضور جماهيري في الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا ده بسبب عدم جاهزات ملعب اللقاء لاحتضان الجماهير وفقا لمعايير الاتحاد الأفريقي أكيد دي ميزة للنادي الآلي أكيد ميزة للنادي الآلي إنه يلعب قدام الهلال على ملعبه بدون جماهيره أكيد ميزاً النادي الأهلي هو مضرة للهلال وإن كنت دائماً وأبداً أحب الكورة بالجماهير بس هي هتدي أفضلية طبعاً للنادي الأهلي أو هيستفيد منها النادي الأهلي بكل تأكيد يعني غياب جماهية الأهلي بتساند بشكل كبير جداً